ولما بتكون مع جماهير النادي الأهلي بيقالها شكل خاص وليه هرونة خاص واللي احتفالات ابارح بعد المباراة لا احتفالات تنمة عن فرحة جماهير بمباراة كانت صعبة جدا قطر النادي الأهلي طوال المشوار الإفريقى كان فيه محطات صعبة قوي ولكن جماهير النادي الأهلي كانت هي تقدر تقول صائق هذا القطار عشان تقدر تحط الفريق في المحطة الأخيرة محطة الوصول لبر الأمان وده اللي حصل بالفعل على مدار مشوار البطولة الاهلي كان واجه تحديات كتيرة لكن جماهير النادي الاهلي كانت دائما وابدا بتحط النادي الاهلي في مكانته الحقيقية وبتحط الفريق في الوضع الصحيح وبتساند اللعيبة وبتقازر الجهاز الفني في اي وقت من الاوات امبارح الجماهير مش بتشجع بس طوال التسعين دقيقة عارفة امتى تشجع عارفة امتى تساند عارفة امتى يبقى لها دور وقت مراجعة حالة الفار وانا عندي كلام مهم جدا عن التحكيم النهاردة لا الجمهوري مبارح من وجهة نظر ومن وجهة نظر الكثيرين كانوا هم مبارح اهم شيء في المباراة لو نقدر نقول ما نقف زماتش مين رجل المباراة هو جمهوري النادي الاهلي ما لا يقل عن خمسة وستين سبعين الف متفرج الملعب ممتلع عن اخري ما فيش غير مدرق صغير للفريق الضيف بتتكلم في مساحة مثلا حوالي تلاتة اربعة تلاف مشجع او تلاتة اربعة تلافة كرسي في مدرق الاولى يمين عدد صغير جدا بس عشان الفريق المنافس لو فيليجه مهور هيكون حاضر لكن الملعب كله في كل الدرجات كل الدرجات كامل العدد مشهد جميل الانارة المسندة التشجيع كل حاجة في الملعب مباراة كانت مثالية ومباراة حتى من اعضاء الاتحاد الافريقي والتزاكل المسموحة للاتحاد الافريقي مباراة مباراة ما لا يقل مثلا حوالي 100 تسقرة كانوا موجودين حتى مباراة في المقصورة الامامية وفي الدرجة الاولى اليمين ودرجة الاولى ياسار يعني المباراة مباراة كان فيها جنسيات كتير جدا رئيس نادي مازينبي كان موجود مويس كا تومبا كان موجود مباراة مع الفريق وطلع قبل بداية المباراة قاعد في المقصورة الرئيسية مع مجلس ادارة النادي الاهلي المشهد كله بصراحة كان حلو الجماهير عملت السيمفونية ورجعنا من تاني بقى النادي الاهلي اليم افريقيا من المغرب زي ما بيقولوا فاكرين كده 5 و 6 2005 و 2006 و 2007 و 2008 اربع ناهيات متتالية فترة جميلة دي بتتقرر تاني من 2020 ل 2024 اربع وشي